البداية عايزين نعرف من حضرتك مين هو الشخص المناسب او مين المريد اللي بيجي لحضرتك تقوله انت محتاج شفط دهون ومبدايا عملية شفط دهون من العمليات المشهورة او في جراحة التجميل واتظلمت لا اسباب ارتبطت بعض المشاهير حصل لهم مشاكل او ارتبطت بمشاكل نتيجة جراحات من غير المتخصصين وبالتالي بدأ الناس تقوله شفط دهون يبقى زهنه على طول يخاف ويخاف من التخدير ويخاف من العملية وحيحصل له حاجة هي عمالية شفط دهون من العمالية اللي بتساعدنا في ثلاث حاجات رقم واحد بتساعدنا في تنسيق القوام فيه اماكن من الدهون في الجسم الاماكن دي مهما الانسان خاص الدهون بتفضل فضل موجودة والدهون دي اللي مسؤولة عن ان نتفرق ما بين الرجل والست ربنا عامل مخازن دهون معينة في مناطق معينة عشان تدي انحناءات الجسم الطبيعي او الشكل الجمالي للجسم الدهون دي ما بتزيد يا اما الاسباب هو راسية هرمونية زيادة وزن ما بتخسش تالي ومبقاش قدامنا حل غير ان احنا نشفطها الحاجة التانية اللي بتحلها شفط الدهون انها بتساعدنا في بعض حالات معينة في انقاص الوزن الناس لوزنهم كبير قوي النقطة التالتة بتساعدنا في بعض حالات معينة في تساعد على الانجاب اللي هما ما بقدروش عندهم مشاكل تكايص ميضة ميضة مشامل مين اللي بنعمله شفط دهون اللي خس او عمل نظام رياضي وغزائي وفضلت الدهون ما دابتش خالص لكن واحد جاي عايز ينزل الدهون جسمه كلها ده غير علمي خالص ده الاول يعمل ضايد او يخس او ينزل ضايد او ينزل ضايد خس يعمل رياضة احنا بنشفط الدهون السبتة فهو حالك سألتي مين اللي نعمله شفط دهون احنا نعمل شفط دهون اللي هو عنده دهون سبتة غير قابلة الاحتراق ما بتستجبش للرياضة تستجبش للنقاص الوزن وفيه استثناء بسيط اتنين واحد او سيدة قربت من سن معين معاتش فيه فرصة لانجاب وطبيب اللي بيساعدها طبيب النساء عايز بسرعة ينزل وزنها وعندها دهون كتير ممكن نزلها في حدود 15 لتر واحد تاني عنده مشاكل صحية محتاج وزنه ينزل في وقت معين وعنده تراكم دهون كتير قوي يبقى هنا بنساعده هم ده اتنين دول وغالبا ده لا تمثل نسبة 5 ل 10% لكن صفت الدهون اساسا هو الحد وزنه قل او عنده دهون لا تستجيب درجة من عادي هنا الدهون دي بقى احنا مطلوب ان احنا مش نشفطها احنا مطلوب نشكلها ولذلك بدأ ينتشر لفظ النحت او لفظ كنت هيك مرة تساعدين الكيرفي الفظ دي كلها المقصود منها ان احنا نعمل صفت دهون بشكل جمالي ليه بقى المفترض انا باجي اشيل دهون ازاي ده بشيل طبقات على شكل رئات احافظ على الاستدارة في هذا المكان او للحناء في هذا المكان لان فيه مشكلة كبيرة بعض الناس اما يروح يشفط دهون عند حد غير متخصص تفاجئ ان بقى الجنبين فضين فضيع الهبس عنده تبقى كبين احنا نكلم كل نسبة كبيرة اوي كأنسات او سيدان حد منطقة المقعدة او منطقة الارداف فيها تراكم دهون مهم اوي اللي بيشفط يبقى عارف بيشفط فين عشان ما يسقطش الجلد لان ممكن الجلد لو سقط تحول الشكل شكل سيء او عمل ارتفاعات والخفضات يعني يحافظ على شكل الجمالي والتناسق الجسم مع وهو بيشفط وهو بيشفط ومش بيشفطه خلاص لان للأسف للأسف فيه ناس مقتنع ان هو طالما جاب الالة الرفيعة لتشفط دهون ووصله بجهاز الشفاط اي ان كان بقى ليزر فيزر شفاط وبدأ يشفط يبقى كده بيشفط دهون لا هو المفترض بيشكل دهون ولذلك بقى عايزين نقول الجراح التجميل اللي يجري شفط دهون لازم يكون دارس البعد الجمالي التشكيلي للجسم كله تشكيلي يعني ايه يعني المنطقة الكتف او الدرعين فيها انحناءات جمالية معينة يبقى الشخص اللي جاي لي وزنه زايد ده انا في ذهني عارف هشيل ايه ورفع ايه وحط ايه عشان الشكل يطلع جماليا مقبول مش بشيل دهونه خلاص انا مش عايزة اخسسه انا عايز ارسم جسم يعني عايز انحط الجسم يعني نوضح جسمه اللي ربنا خلقه بيه اه جماليا اه ندي انحناءات الجسم اللي هي لو سيدة او بنت يبقى شكلها طبيعي الرجالة بنسبة كبيرة قوي ما بنعرفش نعملهم شفط دهون لان كسفة الوزنة عندهم بتبقى في العضل وبتبقى في العضلات وجزء منه بيبقى في دهون منديل البطن من جمه فيه نسبة بدأت تظهر اللي هما عندهم تراكم دهون النتيجة الوجبات السريعة الاكل بقى فيه هرمونات بدأ يظهر نوعية معاناة من الشباب اللي يبقى جلده شوية مارن قوي زي السيدات تراكم الدهون عنده في منطقة السادي وفيه تراهل في البطن وفيه تراهل في مرضية الارداف اوقات برضو من حاجات اللي بتاقي مزاجل بعض الشباب بدأ يخش الجمعة وبدأ المنطقة المقعدة بدأت تاخد شكل مش لطيف بدأ السيدر ياخد شكل مش لطيف هنا بنشفط الدهون لكن النسبة الغالبة من حالات شفط الدهون سيدات لان الرجال تراكم الدهون او وزنهم بأساسا عضل وعضلات